الخبر الأول اللي عدنا عن نور مار ورد على التهجمات والأشخاص اللي ينتقدون وقصفه هذول الأشخاص فنور نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي حط بهذا الفيديو وكاتب هذا أنا وكاتب هذول الناس اللي بيكرهوني بيتكلموا عني وكاتب هنا الناس الزعلانة مني وطبعا الفيديو نوعا ما مستفز تبني يا حبايب بالكومنتات منه تتوقعون أن يقصد نور مار أو أنه قصف عشوائي الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو ريدر فريدر نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي كان يطلبي من المتابعين أنه يكتبوا له أسئلة طبعا مودي سوي عليها مقطع باليوتيوب وتوقع المقطع رح يكونوا يا ياسو أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار فنور نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري وبهذا الستوري أعلم من خلاله أنه اليوم رح ينزل مقطع وانه هذا المقطع رح يكون اقوى مقطع عام 2021 رح يزل الساعب الاربع على قناته الاساسية رح اطلقكم هذا الستوري شوفوه الخبر الثالث اللي عدنا عن كشف حقيقة سوبر فاميلي طبعا ما يعرفهم مما قنات باليوتيوب عدهم الـ 2 مليون مشترك وهذه القناة العائلية خافي نزم انس واصاله من التعليقات اللي عدهم تقريبا من قبل كم يوم وبهذه الحال يكونوا ثالث اكبر قناة عائلية تقريبا يخفون اسم انس واصاله من التعليقات فهلهم مما متفقين مثلا على هذا الشي طبعا بالنسبة للدليل فلندخل على اخر مقطع نزله ونزل بيها على التعليقات ونكتب كلمة انس واصاله وبعدها نروح على كلمة الاحتث اولا عن مدفع التعليق وتعليق الاشخاص على القوة ورايا بعدما نفضهم زين نروح نغير الحساب عام ونشوف هل التعليق لا يطلع للناس او لا بعدما غيرنا الحساب ننزل بيها على التعليقات ونروح لكلمة الاحدث اولا ونحنشوف انه تعليق مطلع وانه متعليق ذو الاشخاص الثاني ينطلع فاكتبوني يا حباي بالكومنتاش شو راكم حركة عائلة السوبر فاميلي وهل تتوقع انهما متفقين ثلاث عوائل انه يخفون اسم انس واصاله الخبر الرابع اللي عدنا عنه محمد جواني متهجم على بيسان اسماعيل فمحمد جواني نزع على حسب بلينستجرام هذا الستوري اللي يطلبي من المتابعين انه يقول لولا شنو اسوأ شي صار بياه عام 2020 فلاذا هذا الستوري الواحد كتب له شنو اكثر شي حاجة تعبتك يعني فيرد علي محمد جواني المشاكل اللي ويا الناس اللي انا عملتها كثير تعبتني من الحكي الفاضي اللي صار فهنا يقصد بيسان اسماعيل واشخاص ثاني يسووا وياهم مشاكل كان اسوأ شي با عام 2020 واخر شي خدم خلي الكل يسكت قولوله فاكتبوني احبابي بالكومنتات وشارككم بهذا الخبر وبس والله الناوصل الى نهاية المقطع اتمنى المقطع جاوكم من السحوطوه لايك واشتركو بالقناة شاركو في زي ما قلت منك القصص وبس مع السلامة